السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد الوحدة الألمانية سيتم الاحتفال به سنويا في ألمانيا وفي كل سنة يكون الاحتفال في مدينة ألمانية معينة هذه السنة ستكون الاحتفالية في مدينة شبيغين عاصمة مقاطعة ميكلنبوغ فوبهومان وسيكون يوم عطلة رسمية في ألمانيا لكل كل من بحاجة للتسوق أو هالأشياء ممكن يقضيها اليوم غدا 3 أكتوبر رح يتم الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية عيد الوحدة يعني توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية الاحتفاليات ستتضمن أدة فعاليات لكل أحبال ساكنين بتابعونا من مدينة شبيغين ممكن تحضروا الاحتفاليات والمستشار الألماني سيحضر ويأتي للمدينة ويكون هناك عدة نشاطات في المدينة منها مثلا أيضا قصر شبيغين سيكون فيه يمكن لشت شو يعني عبارة عن برنامج ضوئي بالأضواء سابقا كانوا يعملوا ألعاب نارية أنا كنت أحضرها أو حضرتها قبل عدد سنوات فممكن تابع البرامج الموجودة لكل أحباء في مدينة شبيغين رح يكون يوم عطلة رسمية في ألمانيا وليست المرة الأولى التي تصديف فيها شبيغين احتفاليات عيد الوحدة الألماني هذه المرة الثالثة بعد عام 1992 و2007 فغدا رح يكون اليوم الرسمي هي أهم عطلة في ألمانيا عيد الوحدة الألماني نتقل الآن للموضوع التالي البارحة طبعا كان في أخبار عاجلة عن هجوم السكين أيضا في تسويغش في زيوريخ في سويسرا حيث قام هناك شخص بشكل مفاجئ بالتهجم على أطفال الروضة كانوا موجودين برفقة مربية للروضة متوجهين هن عائدين للروضة فتهجم عليهم وأدى إلى صابت سلاسة أطفال منهم أحدهم يجي راح خطيرة وطفلين آخرين يجي راح خفيفة وتم نقلهم إلى المشفى الشيء الملفت للنظر أن المربية وشخص آخر رجل آخر تمكنوا من التغلب على المتهجم والامساك به قبل أن يؤدي هجومه إلى كان ممكن يؤدي إلى كارثة أكبر من ذلك وستطاعوا السيطرة عليه ليس ما جاءت الشرطة وألقت القبض عليه والشيء المبهم هو أنه قام بهذا الهجوم أيضا بشكل مفاجئ وغير متوقع وذكر الإعلام الألماني بشكل رسمي أن الشرطة علعت أن الرجل عمره 23 سنة وهو شخص صيني لا تعرف لحد الآن الأسباب أو الدوافع لماذا قام بهذا العمل المفاجئ ولكن مرة أخرى هجوم بالسكين بهذا الشكل وهذه المرة المواطن الذي قام بذلك هو من الجنسية الصينية في شعر غريبة عجيبة موضوع السكاكين اللي أنا نشوف استعماله بهذا الشكل والتهجم دائما على ناس أبرياء وبشكل عشوائي فهذه المعلومات المتوفرة لحد الآن وهذا يثبت مرة أخرى أن الجريمة ليس لها لا دين ولا عرق ولا دولة وإنما الفاعل دائما هو المجرم وهو الشخص المسؤول عن تصرفه وعمله ننتقل الآن للموضوع التالي وهو موضوع هام بهم معظم الناس اللي بيملكوا سيارة بشكل خاص وهو الآن تأمين السيارة لدى شركات التأمين من المتوقع الآن أن نشهد ارتفاع جديد بنسبة حوالي 10% على الأقل يعني عدد منزلتين في البداية العام القادم مرة أخرى نحن شهدنا في هذا العام بداية العام 2024 ارتفاع كبير أيضا بنسبة كبيرة أيضا من منزلتين يعني أكثر من 10% لدى شركات التأمين ولكن من المتوقع مرة أخرى في بداية العام القادم أنه يرتفع تأمين السيارة علينا لكل من يملك سيارة ومعظم الناس طبعا يتملك سيارة لأهمية السيارة وحاجتنا إلى الحياة اليومية ما هي الأسباب؟ طبعا تأمين السيارة بشكل عام هو دائما مرتبط بالشخص نفسه يعني بعدد السنوات اللي الآن عبتقود سيارة عمر الشهد سوى عدد الكيلومترات طبيعة السيارة المكان السكن في عدة عامل ولكن بشكل عامل بخيمية لتأمين السيارات رح ترتفع وطبعا حسب نوع التأمين في عنا الحفت فليشت فازيشا وعنا التايل كاسكو فازيشا وعنا الفول كاسكو فازيشا ولكن بشكل عامل حيرتفع ترتفع البريمية يعني لشركات التأمين والسبب هو يعني في عدة أسباب ولكن السبب الرئيسي هو أنه شركات التأمين الآن في آخر عامين بشكل خاص حتى عملوا خسائل خسائل تقدر بحوالي مثلا في هذا العام يعني 2024 هالعام الحالي بحوالي 1.5 ل 2 مليار يورو في آخر سنتين عبيعملوا الآن خسائر كبيرة أما الأسباب فهي متعددة من الأسباب الرسمية المذكورة ارتفاع تكلفة التصليح لدى ورشات الصيانة في ألمانيا بسبب ارتفاع سعدة ساعات أو سمن يعني ساعة العمل هناك ارتفاع سمن قطعة تبديل في ألمانيا أيضا الزمن اللي عبيصير أطول للوصول قطعة التبديل وبالتالي عبيدفعوا أيضا 100 للسيارات اللي عبيتم تأجيرها لعندهم تأمين أسباب أخرى أيضا بشكل عام عن زيادة عدد الحوادث يعني هذا هو العامل الرئيسي طبعا الهم زيادة عدد الحوادث في ألمانيا يعني بمعنى نحن دائما لما نشوف أنه في حوادث ما تلازم نعرف أنه هي الحوادث طبعا عبتتحمل لشركات التأمين وبالتالي راح يرجع يرتفع الرسم علينا فزيادة عدد الحوادث لما نشوف ناس عبيمنوا حوادث كثيرة يعني أنه عبيد سببه أيضا بارتفاع رسم التأمين للسيارات الأسباب أيضا لسبب ارتفاع الحوادث أيضا العوامل الطبيعية بسبب الفيضانات التي حصلت بسبب البرد اللي عبيدينزل للعوامل الجوية تغير المناخ البرد لما بينزل على السيارة ما عرف بيحطمها بشكل كامل يعني بصير فيها هيك ديلن فهذا أيضا أدى إلى ارتفاع نسبة التأمين للسيارات لأنه الشركات يعني مضطرة في هذه الحالة طبعا أنه تعود أصحاب السيارات طبعا حسب نوع الفزي شارون كمان ولكن الفكرة هي أنه كل هذه العوامل ساهمت أيضا في ارتفاع رسم تأمين السيارات في هذا العام شفنا ارتفاع كبير من المتوقع العام القادم نشهد مرة أخرى ارتفاع بنسبة على الأقل حوالي 10% هذا ما أعلت عنه شركات مثل الهوكوبوك أو الأليانس أيضا من الكبرى شركات تأمين السيارات في ألمانيا وهذا الكلام طبعا نقلا رسميا عن الدورتشافة زي شونس بيرتشافت الجي ديفا واتحاد شركات التأمين في ألمانيا في الموضوع التالي كما نعلم أن وزير العمل الألماني هو باتوس هايلان حزب الاس بي دي قبل حوالي عام أعلن عن شيء اسمه الجوب توبو يعني فيه اندفاع كبير الآن للتشغيل بشكل خاص اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا وفي وقتها كان حديثا أن اللاجئين الأوكرانيين بعدما جئوا من الألمانيا حضروا كورسات اللغة وكان بانتظار أن يقوموا بإنهاء تعلم لغة الألمانية اللي توجهوا للعمل الحكومة الألمانية في منشور رسمي لها الآن أعلنت عن أيضا تقديم الآن فرص لبأنه سيتم الآن تقديم كورسات لغة بجانب العمل في وقت سابق يعني خاصة اللي بعد اللاجئة 2014 فكان الطريقة المتعرف عليها أنه اللاجئ أول شيء بيحضر كورس لغة ألمانية ثم يتوجه للعمل أما الآن فبدأ الحديث عن كورس لغة بجانب العمل الآن لأسباب عدة ذكرت للحكومة الألمانية بشكل واضح وصريح في منشورة يعني نوصلهم للعمل بشكل سريع وبنفس الوقت يقومون بتحسين لغتهم وهذا بنجاح أيضا طبعا الحديث هنا عن بشكل خاص للمواطنين الأوكرانيين المنشور الرسمي عم يتحدث أنه عدد العاملين من المواطنين الأوكرانيين في زبتمب 2024 الآن تضاعف مقارنة مع زبتمب 2023 من العام الماضي وأنه بالمجمل العديد من المواطنين توجهوا إما للعمل أو أو حتى للعمل الحل فعدد تقريبا العاملين الآن في ألمانيا المواطنين الأوكرانيين 260 ألف شخص وتم تسميته الآن توربو ولكن الإعلام كان له وجهة نظر مختلفة إذا منسلط الضوء الآن على الجانب الآخر من الموضوع فمنلاحظ مثلا صحيفة البلد اعتبرت أنه لا في توربو ولا من يحزنون لأنه عدد العاملين في هذه الحالة وصل إلى 266 ألف تقريبا تقديريا من عدد كل مقدر ب1.1 مليون من عدد اللاجئين الأوكرانيين الموجودين في ألمانيا وبالتالي عدد العاملين تقريبا نسبة الربع وهذا يعني عبتم الآن تسليط الضوء عليه أنه لا يمكن الحديث عن توربو أو جوب توربو بهذا الشكل تضخيم الأمور لكن في أسباب موضوعية لذلك تحدثنا عنها في وقت سابق أيضا بشكل رسمي في وقتها أن من أحد الأسباب هو أولا تعلم كرسات لغة إذا خلقوا شيء كرسات لغة حتى ينهوا كرسات لغة بعد يتوجه العمل ثانية لأنه معظم الذين أتوا إلى ألمانيا هنا من النساء أو مثلا كبار السن والأولاد فالنساء بشكل خاص لأمهات معهم أطفال فعندهم صعوبات أيضا في دخول سوق العمل بشكل مباشر ما رفل أنه معظم الرجال بقوا في أوكرانيا هناك بسبب الخدمة العسكرية صعب الخروج من هناك في سن معين فجاءوا بشكل خاص كبار السن أو الأمهات مع الأطفال إلى ألمانيا فأيضا طبيعة الأشخاص الواصلين هنا لأن الأم عندها نعرف أيضا مهمة خاصة في تربية الأولاد وصعوبة في ذلك فبالتالي هذا أيضا يفسر ربما العداد والأرقام المسكولة الحكومة بتعتبر مع ذلك أنه في تطور كبير في عمل المواطنين أو اللاجئين أوكرانيين في ألمانيا ويكم كنت عملنا جولة ألهم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته